أهلاً وسهلاً بكم في قناة المختصر المفيد ونعرض أن نشرح الغدة النخمية الغدة النخمية أو ما تسمع بتويتري جلاند بتعتبر الغدة النخمية هي سيدة الغدد أو المايسترو لأنها بتتحكم في جهاز الغدد الصمار من خلال الهرمونات اللي بتفرزها الهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخمية بتأثر في فراز معظم الغدد الصمار التانية وبالتالي بيطلق عليها اسم المايسترو أو سيدة الغدد من حيث المكان الغدة النخمية بتكون موجودة أسفل المغ وبتكون متصلة بمنطقة اسمها هيبو سلامس وهايبو يعني أسفل أو تحت وسلامس يعني المهات فالمنطقة اللي بتكون متصلة بها الغدة النخمية اسمها هيبوسرامس يعني تحت المهاد والغد النخمية بتتكون من جزءين الجزء الأمامي بيطلق عليه اسم الجزء الغدي والجزء الغدي بيتكون من الفص الأمامي وبيحتوي على فص صغير كده اسمه الفص الأوسط والجزء الثاني هو الجزء العصبي أو ما يسمى الجزء الخلفي الجزء الخلفي بيتكون من الفص الخلفي وجزء تاني اسمه الأمع أو العنق العصبية بتوصل ما بين الجزء العصبي ومنطقة تحت المعد الفص الأمامي للغدة النخمية اللي هو الجزء الغودي بيعتبر مكان لفراز الهرمونات إنما الفص الخلفي للغدة النخمية بيعتبر مكان تخزين للهرمونات اللي بتفرزها الخلايا العصبية المفرزة الموجودة في منطقة تحت المعد اللي هي عبوسلاص الغدوه النخميه بتفرز نوعين من الهرمونات هرمونات بيتم مفرازها من الجزء الغ refermonات بيتم مفرازها من الجزء العصر تعال نشوفهم واحدة واحدة أول حاجة هرمونات الجزء الغده alionopheces hormones الجزء الغده في الغدوه النخميه بيفرز هرمون النمو والهرمونات المنبهة للغدت أول حاجة هرمون النمو واللي اسمه جروس هرمون وافتصاره GH وظيفته أنه بيتحكم في عمليات الأيد وخاصة تصنيع البروتين وبالتالي بيتحكم في نمو الجسم عمليات الأيد أو ما تسمى التمثيل الغذائي زي مثلا لما الخالية تبقى محتاجة طاقة فتعمل أكسادة للجلوكوز اللي هي عملية التنفس الخلوي وبالتالي بتحصل على الطاقة من عملية التنفس الخلوي في الحالة دي بنقول عليها عملية هد أو مثلا عملية تصنيع البروتين من الأحماض الأمانية زي مثلا تصنيع الهرمونات والإنزيمات وبرضه في حالات النمو وتعويض الانسجاء التنفس أو في حالة بناء الجلايكوجين من الجلوكوز كل دي بنقول عليها عمليات بناء والهدم والبناء مع بعض بنقول عليهم عمليات الأيد كل العمليات دي بيتحكم فيها هرمون النمو يعني الهرمون اللي بيتطول العظم ويضخم العضلات هو هرمون النمو اللي بيتفرز من الجزء الغدي في الغدة النخمية والطبيعي أن جسم الإنسان بيفضل ينمو لحد سن البلوغ يعني حوالي 18 سنة لكن بعد كده بيبدأ يتوقف نمو الجسم وبالتالي بعد سن البلوغ أي زيادة في إفراز هرمون النمو بيسبب حالة اسمها أكروميجالي وأي نقص أو زيادة في إفراز الهرمون بيسبب حالة مرضية بتعتمد على المرحلة العمرية اللي حدث فيها النقص أو الزيادة دي فمثلا في سن الطفولة الناس في إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة بيسبب حالة اسمها القزامة والزيادة في إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة بيسبب حالة اسمها العملكة إنما بعد مرحلة البلوغ زيادة الإفراز في هرمون النمو بتسبب حالة الأكروميجالي والحالة دي بتتميز بتجديد نمو الأجزاء البعيدة في العظام الطويلة زي مثلا الإيد والأقدام وأصابع الإيد أو الأقدام وتضخم عظام الوجه يبقى الفرع ما بين العملاقة والأكروميجالي هو أن العملاقة عبارة عن زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة والأكروميجالي هو زيادة إفراز هرمون النمو في سن البلوغ وطبعا القزمة عكس العملاقة نجي بعد كده للهرمونات المنبهة للغدد واللي اسمها بتويتر إتروبيك هرمون وده عبارة عن مجبوعة من الهرمونات بتأثر على نشاط بعض الغدد الصموة التانية وبتشمل أول هرمون هو هرمون المنبه للغدد الدرقية واسمه سيروديستيميولوتينج هرمون واختصارهم TSH والهرمون ده بيحفز الغدد الدرقية علشان تفرز هرمونها اللي هو هرمون السيروكسيل تاني هرمون هو هرمون المنبه لكشرة الغدد الكذرية الغدد الكذرية أو ما تسمع الغدد فوق كلوية بتحتوي على جزئين جزء اسمه نقاع داخلي وكشرة خارجية الهرمون اللي بينبه كشرة الغدد الكذرية اسمه أدرين كورتيكوتروبوك هرمون واختصاره ACTH تالي وظيفة الACTH هو انه بيحفز كشرة الغدد الكذرية لإفراز هرمونتها تالت هرمون معنا هو الهرمون المنبه لإفراز اللبن واللي اسمه برولاكتين والهرمون ده بيحفز انتاج اللبن في الغدد السديية هرمون البرولاكتين بيحفز تكوين اللبن داخل الغدد السديية ولكن اللي بيعمل على اندفاع أو خروج اللبن من الغدد هو هرمون تاني اسمه هرمون الأكسيتوسين رابع هرمون معنا هو الهرمونات المنبه للمناسل واللي اسمها جوندوتروبوك هرمون ودي بتشمل هرمون الاف اس اتش واللي اسمه فوليكالستوميولاتينج هرمون يعني الهرمون المنبه لتكوين الحويصلة والهرمون التاني هو الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر واسمه لوتورايزنج هرمون واختصاره الاتش والهرمونات دي وظيفتها بتختلف على حسب الجنس يعني مثلا في الأنسة هرمون الاف اس اتش بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض وبيحولها إلى حويصلة جراف إنما هرمون الاف اس اتش في الزكر بيساعد على تكوين الأنيببات المنوية ووظيفة الأنيببات المنوية هي إنها بتكون الحيوانات المنوية في الخصية في الزكر والهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر اللي هو اله في الأنسة بيعمل على انفجار حويصلة جراف وتكوين الجسم الأصفر إنما اله في الزكر بيكون مسؤول عن تكوين الخلايا البيانية في الخصية وتنبيه الخلايا البيانية لإفراز هرمونات الزكورة اللي هي التستسترون والإندروستيرون كمان هرمون اله بنوع عليه الهرمون المصفر لأنه بيكون الجسم الأصفر إنما هرمون الـ FSH بنقول عليه الهرمون المحوصل لأنه بيعمل على تكوين الحويصلات نيجي بعد كده لهرمونات الجزء العصبي اللي هو Neuro Hypothesis Hormones هرمونات الجزء العصبي بيتم إفرازها من خلايا عصبية موجودة في منطقة تحت المهاد اللي هي Hypothesis Hormones والخلايا دي معروفة باسم الخلايا العصبية المفرزة ويعبارها عن خلايا عصبية بتكون موجودة في منطقة تحت المهاد في المخ وبتكون بإفراز هرمونات الجزء العصبي من الغدة النخمية اللي يتوصلها بعد كده للفص الخلفي للغدة النخمية يبقى كده بيتم تصنيع هرمونات الجزء العصبي للغدة النخمية بواسطة الخلايا العصبية المفرزة في منطقة تحت المهاد وبعد ما تصنع الهرمونات بتنقلها الخلايا العصبية بواسطة المحاور الخاصة بيها إلى الجزء الغدي اللي هو الفص الخلف علشان يتم تخزينها بداخله وأول هرمون معانا من هرمونات الجزء الغدي هو الهرمون المضاد لإدرار البول أنتديروتك هرمون واللي اختصاره ADH وبنقول عليه برضو الهرمون القابض اللوعية الدموية فازوبريزن هرمون واللي اختصاره VH وظيفة الADH هو أنه بيعمل على تقليل كمية البول عن طريق إعادة امتصاص الماء من نفرونات الكليتين إلى الدم إحنا عندنا الكليتين بتحتوي على حاجة اسمها نفرونات دور النفرونات هو أنها بتمتص المية الموجودة في البول وترجعه للدم فهرمون الADH بيحفز النفرونات على امتصاص المية وبالتالي بيعمل على تقليل كمية البول هرمون الADH معروف باسم الهرمون الموسمي لأنه بيزيد إفرازه في الصيف وبيقل في الشتاء علشان إحنا بنفقد مية كتيرة في الصيف فهو بيعوض الفقد ده من خلال إعادة امتصاص الماء في النفرونات وبالتالي فيه مرض اسمه مرض السكري الكذب وده بيحصل عند حدوث خلال في الخلايا العصبية المفرزة للغدة النخمية بسبب نقص إفراز هرمون الADH وبالتالي بيسبب عدم قدرة نفرونات الكلي على إعادة امتصاص المية فبيتم إغراق كمية كبيرة من البول يعني بتحصل حالة تعدد مرات التبول وده بيخلي الشخص دايما بيشعر بالعطش الدائم وده الأعراض اللي بتكون مساحبة لمرض البول السكري برضو هرمون الADH بيعرف باسم الهرمون القابض لوعيع الدموية Vasobrism Hermon ومن الاسم الثاني هرمون الفازوبريزين بيسبب انقباط الشرايين وبالتالي بيعمل على رفع ضغط الدم يبقى كده منلاحظ أن هرمون الADH هو هرمون بيأثر على نسجين مختلفين وهم الكليا والأوعيع الدموية نجي بعد كده للهرمون الثاني من هرمونات الجزء العصبي في الغدة النخمية وهو الهرمون المنبه لعضلات الرحم واللي اسمه أكسيتوسين هرمون وظيفة الأكسيتوسين هو أنه لنلاقة مباشرة بعملية تنظيم تقنصات الرحم وبيزيتها بشدة أثناء عملية الولادة علشان يتم إخراج الجنين وده السبب اللي بيخلي الأطباء يستخدمون في إصراع عمليات الولادة تاني حاجة هو أنه بيحفز اندفاع أو نزول الحليب من الغدد اللبنية بعد الولادة استجابة لعملية الرضاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر